اشتركوا في القناة صرح بان السيد الرئيس رحب بالوفد الاكاديمي الروماني بالقاهرة طالبا سيادته نقل تحياته الى الرئيس كلاوس يوهانس رئيس جمهورية رومانيا ومشيدا بتنامي العلاقات الممتدة بين البلدين منذ اكثر من قرن والتي تووجت مؤخرا بزيارة السيد الرئيس الى رومانيا في شهر يونيو الماضي مع الاعراب عن الشكر والامتنان لجامعة بوخارست لمبادرتها بمنح سيادته الدكتورال الفخرية خلال تلك الزيارة كما اكد السيد الرئيس في هذا الصدد اهمية استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين بعد انتهاء الرئاسة الرومانية للمجلس الاوروبي واستمرارها في ترويكا الاتحاد الاوروبي وتولي مصر لرئاسة الاتحاد الافريقي وذلك في اطار التوجه المتبادل نحو تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات اللقاء شهد التباحث حول سبل تعظيم التعاون في مجال التعليم والثقافة بين مصر ورومانيا خاصة من خلال تبادل الابحاث العلمية والمنح الدراسية فضلا عن اقامة اتفاقيات توأمة لتسهيل التعاون الاكاديمي بين جامعة بوخارست وعدد من الجامعات المصرية ذات التخصصات الدراسية المماثلة اشتركوا في القناة